الآن اليوم عندك وعزفه كان عندهم أصلاً تواصل مع أهل الآلة قبل أبداً لا أحمد ولا علي كان عندهم أي تواصل مع الآلة في عزف أحسن أبداً ما كان عندهم نكتشف مهاراتهم يحب يغني يحفظ اللحن هذا معناته عنده موهبة طبعاً كل إنسان في داخله موهبة معينة لكن لم تسقل أو لم يصلط عليها بشكل كامل الموسيقى هي تحتاج موهبة إذن الموسيقى إذا ما عنده أسن الموسيقى ما نقدر ما لحيتعلم مهارة العزف مع ذلك نحن نستخدم نعرف هذه المعلومة للمستمع للجميع أن نستخدم الموسيقى كعلم تأهيلي ولا نصنع عازفين أو مغنين بالنسبة لأحمد وعلي عفوا بالنسبة لأحمد حالة خاصة هم يمتلكون موهبة الأداء واستفادينها لكن أكل بعض ما يمتلكون وهذه الأداء فنستخدم من التطور المعرفي الموسيقى شرحة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر